عمليات انتقامية ضد الاهل القاطنين في قرية الحمينية بمديرية حيس محافظة الحديدة تفجير المنازل بالديناميت وسلة الحوثيين للتهجير والتطهير الطائفي منزل المواطن يوسف سليمان زهير المكون من طابقين فجرت الميليشيات الحوثية بكل برود بعد ان هجرت الاسرة باكملها منه في وقت سابق هذا المنزل لن يكون الاخير في مسلسل الجرائم التي تستهدف المناطق السكنية بمختلف الاسلحة وبشكل يومي ميليشيات الحوثي الاجرامية تقوم بتفجير المنازل وتلغيم الطرقات والدليل والشاهد على ذلك انها امس فجرت منزل في قرية الحمينية منزل يوسف سليمان زهير فجرت منزله المكون من طابقين بحسرة والم يسرد يوسف سليمان تفاصيل تشريده هو وأسرته من قريتهم وتحويل منزلهم الى متارس البعض منهم ذهب الى الخوخة والبعض الاخر الى تعز ميليشيات الحوثي تتعمد قصف المناطق السكنية واستهداف المواطنين فلا يمر يوم دون ان ترتكب جريمة بحق المواطنين التي تصعدت منذ سريان اتفاق استوكولم وبحسب حقوقيين فان تفجير الميليشيات الحوثية للمنازل يعد من ابشح الانتهاكات واكثرها جرما كونها تؤدي الى انهاء ارتباط الناس بالارض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها ومن يترتب على ذلك من معاناة ترافقهم وأسرهم لا يعلمون متى متهاها اشتركوا في القناة